صرخات ومناشدات المهجرين في مخيم بزيبز بمحافظات الأنبار تثير صخطا شعبيا على الحكومة التي رفعت شعار تحسين أوضاع النازحين وتأمين عودة ملكريمة فلا الوضع تحسن ولا المناطق مؤهلة للعودة يا ستيبان تجيل للنازحين ما يوم مرتب نازح وبيتي هذا النازح الشاكري الشي شعب أبناء على صبحة أول شي مساعدات جاي نوابات كالسة تشور كالسة تشور تجيح الصباح به مرة كل الشهرين المساعدات تجيزبت هاي هم يديك المرة قلت تجيب استكموا الولدات ومانا استكموا الولدات حال المهجرين هذه ليست جديدة وإنما من عدة أعوام لكن قسوة الظروف المناخية تزيد من أوجاعهم لتأتي هذه الصورة وتكشف عن واقع مأساوي يناقض الواقع الوردي الذي تحاول الحكومة تصويره عن أوضاع النازحين صارنا بالعشرين يوم هاي المباردة إهذه الله وكلكم ما وصلتها قطرة ما يشوف فاتح حت البابيات يضب عليه بالسمو ولا تقتصر معاناة النازحين في مخيم بزيبز على انقطاع المياه عنهم بل تشمل تردي الظروف الصحية وانعدام المساعدات الحكومية والتجاهل المتعمد لظروفهم التي تزداد سوءا دون أن يكون هناك أدنى تحرك لتلبية احتياجات إبقائهم على غيد الحياة المهجرون من مخيم بزيبز ربما يعدون الأكثر معساوية بين نزحي العراق رغم أنه لا تفاضل في المآسي إذ إنهم مهجرون من مناطق العويسات وجرف الصخرة التي أصبحت العودة إليها شبه مستحيلة في ظل تحويل الملشات لها إلى ثكانات عسكرية ومستودعات أسلحة وصواريخ